بحييكم من كندا أنا اليسبي الجاني اليوم الأحد 11 أب 2024 تعليقنا اليوم رح نخصصه للي عم بفلو أو عم ينجحتو من شركة عون بسيل التجارية والإيرانية والانتهازية والمدرسة بالتلون بالأكروباتية بالإسخريوتية بالملجمية ومتل ما بدكن فيكن تكملوا وبنفس السياة تتوصفوا حدا بيغير لونه بيغير مواقفه انتهازي وصولي لا ضمير لا دمي ولا وجدان ولا احترام لا للذات ولا للغير ولا انتماء وطني ولا انتماء أخلاقي هلأ اللي عم بفلو أو عم ينشحتو من طيار شركة ميشيل عون وصهره بسيل اكتار طاو شي ندري ما رح نفوت بالأسامة لأنه ما إلى معنى الأسامة لأنه كل اللي بقيوا معاهم من بعد ما راح على الضاحية على كنيسة مارم خير ووقع ورقة التفاهم الذل والانبطاح والتباعية والاستسلام والتخلي عن الذات والتخلي عن الشعارات يوم اللي راح عون على هديك الكنيسة ووقع مع السيد نصر الله ورقة ما يسمى بالتفاهم هيدا اللي بقي معاهم معنى يعني ما فينا نسيره ونقل له أنت إنسان كويس وانت إنسان محترم وانت إنسان عندك رؤية لا لأنه بالأساس ظاهرة عون كانت ظاهرة ضد الاحتلال السوري ضد كل شي اسمه ظلم وضد كل شي اسمه عائلات وضد كل شي اسمه شركات أحزان هيدا ظاهرة ميشيل عون بالأساس وعون استعار كل شعارات بشير وحملة ومشي فيها وبالتالي أي حدا أيد شعارات وخط عون ومطالبه بهديك الحقبي كان على أساس مبادئ طيب هيدا نفس الإنسان اللي بقي معاهم من بعد معاهم ضرب كل هود المبادئ وبيعهم ومن بعد ما كان بدوا يكسر راس الأسد وهيدا الكلام لأله صار بدوا اللبنانيين يعتزروا من الأسد ومن بعد ما كان كل نشاطه وكل كل يعني كل القيم اللي قايم عليها انه فيه احتلال سوري بورقة هيدا الظل سمى الاحتلال تجربة شابتها بعض الشوائل طيب من بعد ما كان ضد الطائف صار بده يكون مع الطائف لأن الطائف بيأمن له مصالحه واللي قال انه ضد الطائف من جماعته شحته واعتذر عنه طيب هيدا الانسان اذا اللي راح وايد طروحات العماد ميشيل عون ان كان بالنفي بالمنفى بفرنسا او قبل ما يشيلوه من قصر بعض طيب هيدا نفس الانسان لأي مذهب كان كيف ممكن يبقى مع ميشيل عون لما مع ميشيل عون نقط كل هيدا الطروحات وبيع نفسه وصار عند المحتل اللي بنى على اساس احتلاله سرديته اذا اللي بقيوا معهم اللي فلوا من عند عون هوا دي جماعة عندوا المبدأ كانوا عام بيأيدوا خط معين اجا عليه ميشيل عون لانه ميشيل عون ما انه هو مبتكر خط السيادي ميشيل عون اخذ من كل شي كان حاملوا الشيخ بشير ورفعوا وبالتالي كل اللي ايدوا هيداك الطرح اللي كان حاملوا عون هوا دي جماعة وطنيين سياديين بينتموا لكل المذاهب وكل الشرائح في لبنان لما نعون ترك هيدا الخط وتخلى عنه وتبين انه استعملوا كأدات لوصولوا لمصالح ومنافع شخصية هيدا اللي بقي معاون معناه تهوي بالأساس ما عنده مبادي وبالتالي على المعيار الوطني السيادي الاستقلالي اللبناني كل اللي بقيوا مع ميشيل عون من بعد ورق التفاهم 6 شباط 2006 هني جماعة اولا انتهازيين يا اما وصوليين يا اما تجار يا اما جماعة لا عندهم دمي ولا عندهم ضمير يا اما جماعة عم بدوروا على مواقع يا اما جماعة اغبية وتافهين وما عندهم اي خلفية وطنية او سيادي طيب والاخطر من هادي كله الودائع الى في كل محل في ناس بيكونوا مختارقين من قبل ما يسمى الاعداء وهادي الودائع اللي تبين فيما بعد انه تقريبا كل اللي كانوا ظهرين او اللي ظهروا بطيار عون بسيل بعد ورقة التفاهم كانوا من الودائع ودائع للسوري ودائع للقوم السوري ودائع للليسار ودائع على حزب الله ودائع للتجار ودائع لجماعة البنوكي ودائع 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 هلا هون في ناس بدنا نفوت بالاسماء عم ينشحتوا اكتر واقرب الناس لما يشارعون لد اختوا لد خيوا صهروا صهراتوا كلوا عم ينشحت او هو عم بفل هادي اللي عم بفلوا او عم ينشحتوا شو المطلوب منهم تيرجع يرجعوا هالناس على القليلة يحترمون مش يحترموا ماضيهم لانه ماضيهم شي تاتير شو المطلوب منهم يعملوا تحتى الناس تحترمون هان عم نحكي عن البشر مش عن اللي بيقلنا عن السيد جماعة يعني مواصفات السيد ناصر الله بيقلنا انتوا بشي من البشر عند السيد ناصر الله كل اللي هادي هو بيسمين هادي اللي ضد المقاومة ومش مع المقاومة هادي مش من البشر فلا نحنا عم نحكي مع البشر مش عم نحكي مع اللي مش من البشر هادي البشر اللي اكتار في لبنان وهادي اكتارية كيف بدون هادي البشر يحترموا اي حدا فل او انشحت من الطيار لأي سبب من الاسباب مطلوب انه يعتزر اول شي عن شو يعتزر عن الجريمة الوطنية اللي ارتكبها ميشيل عون واللي هني ارتكبوها معه وهي انه تخلوا عن الوطن وعن الهوية وعن السيادي وعن التاريخ وعن دماء الشهداء وعن كل شي اسمه استقلال وعن القرارات الدولية وعن كل شي اسمه حقوق وراحوا عند حزب الله وبيعوا مقابل لا شي لانه كل اللي عطاهن ياهن اللي عطاه ياهن حزب الله لعاون كلهم اشياء زائلة وهو يقعد ببيته اليوم والكرسي بعدها ببعبده وكل المواقع اللي كان سلموا اياها او سلم ناس من خلاله او دي كلهم يتركوا يدخلوا اذا المطلوب من كل اللي عم بيفلوا او عم ينشحتوا او هني عندهم صحو الضمير وهو دي لا اللي يمكن مش موجودين وتركوا هالشركة الزفت هالشركة التعتير هالمدرسة مدرسة العمالة مدرسة الحربائيين مدرسة يوداس مدرسة اللي تركوا هالمحل هيدا شو مطلوب يعملوا تحتى البشر بغير مفهوم السيد ناصر الله يحترموه مطلوب يعتذروا ويقولوا نحنا اخطأنا ونحنا نطلب المغفرة ومع المغفرة بقدموا شو بقدموا بقدموا التوبة بقدموا الكفرات يعني اللي بمفهومنا بالدين المسيحي اللي بيعمل خطيئة بردو يتوب اول شي يعترف انه عمل الخطيئة وبعدين بردو يرجع يكفر عن الخطيئة التكفير اول شي انه ما بيعود عيدها وتاني شي بيصحح كل شي هاي الخطيئة تسببت فيه فهو دي كلهم وبدون استثناء اللي طوشين الدني عالإزاعات عالتلفزيونات لأنه جماعة التلفزيونات والإزاعات واليوتيوب بقدوا الشعبية وشعبية كتير كويسة بتجي ومن وراء هادي اللي بيطلعوا وبيحكوا عن فضايح هني كانوا شورة كافية ولكن ولا واحد منهم انا متابعهم كلهم ولا واحد منهم طلع بمبدئي وقال انه انا تركت لأنه ميشيل عاون وصهره راحوا عند حزب الله وباعوا الوطن والهوية وبادلوا الوطن والهوية والشعارات والكرمات بكرسي ولا واحد منهم حكي هلا بالغالب هون بالتحليل كل اللي فلوا من عند ميشيل عاون هادي بعضهم عند حزب الله لأنه ولا واحد منهم ولا واحد يعني بدون استثناء وهادي بيجوا شيء خمسة وعشرين ثلاثين من اللي كانوا من الصف الأول بين نواب ووزراء ومستشارين ان كان بلبنان او خارج لبنان هادي ولا واحد منهم طلع وقال انا فلعت من عند ميشيل عاون لأنه وعيت على حالي وحل علي روح القدس وشفت انه عاون ارتكب جريمة ورقة تفاهم ستة شباط 2006 ولا واحد وبالتالي هادي كل اللي فلوا او انشحتوا ما ممكن ولا يجب ان يكون لهم ذرة احترام الا اذا اعتذروا اعتذروا عن الخطيه المميتي اللي ارتكبوها مع ميشيل عاون خطيه ورقة تفاهم ستة شباط 2006 واعتذروا وقدموا الكفرات شو بدوا يقدم الكفرات كيف بدوا يكفر بدوا يقول انا تائب انا هايدي غلطة هايدي خطيئة وانا اليوم رح بمشي بالخط السيادي ومع كل حدا بيعارض هال توجه هذا توجه مبادرة الكراسي بالسيادي مبادرة التلون مبادرة الحربائية وإلا لقلهم مصداقية ولا حدا لازم يستقبلون ولا حدا لازم يعطيهم اي احترام بل بالعكس مفروضين يعني باي تجمع سيادي ما يخلوني اربو لأنه هادي تجربته تجربة لسفورسية ولسفورس هو ملك مسؤول الملاكي كان اجمل ملاك عند ربنا ولما نخانه لربنا شحته ودعى جهنم هلا هادي شو بيقول فيون الانجيل هادي اللي بيعملوا العثارات وعندها تحتى نقراها وتطلع مظبوطة ما نغلط بيقول الانجيل بيقول لقديس بولوس بيرسادته لأهل رومي بيقول يا اخوتي اناشدكم ايها الاخوة ان تحذروا الذين يثيرون الانقسامات والشكوك خلافا للتعليم الذي تعلمتمه فابتعدوا عنهم فامثال هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبالكلمات الحلوة والاقوال المعصولة يخدعون قلوب الابرياء فان طاعتهم قد اشتهرت لدى الجميع فانا اذا افرح بكم ولكن اريد ان تكونوا حكماء في الخير وبسطاء في الشر صور شوالكلام الحلو هيدا مربولوس عم يصفون هادي الجميع مفروض يتوبوا التوبة عند ربنا مقبولة وعند الوطن مقبولة وعند المواطن الوطني مقبولة ولكن التوبة بدأت تكون واضحة وعلنية ومباشرة وجريئة وإلا هادي اللي فلوا واللي انشحتوا واللي بعدوا جوا كلون سعرون سعر واحد وهو سعر أي حدا من خامة يوداس وخامة الترواضيين وخامة الملجميين نشكر المتابعة وهو منذكر انه جبران مباريح كان عنده لقاءات الطلابية واللي بتابع الأكس يعني التويتر ويشوف شو كتب جبران عن الوطن وعن الوطنية وعن الشهادة وعن الصمود بيفكر انه هيدا الانسان نازل نازل من شي سماء على الأرض ومش ناقس إلا يرشح زيت ولكن هيدا الانسان لأنه منسلخ عن الواقع منسلخ عن الوطن منسلخ عن الحق والحقيقة وإيمان يوك فيش إيمان ومصدعية للذات شميت يوك وبالأرمني بالتركي يوك يعني يعني لا وبالتالي كل اللي كتبون هاودي واللي طوش الدني فيهم شي خمسين أو ستين تويت كله يعني عم بيصور نفسه أنه زلمي غير شكل وهو لا زلمي غير شكل ولا زلمي حتى عادي هيدا مجرد رغوة رغوة للاحتلال وهيدا لما بيروح الاحتلال بتروح الرغوة وما بيعود الوجود وبينتهي هو حاليا هو وعمه على المستوى الاخلاقي والوطني والسيدي والاستقلال هاودي انتهوا مش من اليوم انتهوا من ستة شباط 2006 وكل اللي باقي منهم هو صورة ذائفة مزورة بيوقف وراها مخرج هو محتل لبنان هو حزب الله يعني هاودي اليوم موجودين لأن حزب الله بعده تركه وإلا بينتهوا ومتل ما انتهى مع الاحتلال السوري العشرات من السياسيين المنافقين والدجالين هاك رح بتكون هاك رح بيكون غياب عون وصهره لأنه ومتل ما هاودي وجودون غياب وغياب نعمي نشكر مرة تاني المتابعة عنوان الموقع على الانترنت موقع الالسي سي سي هو الياسبجاني نيوز دوت كام نطلب منكم تشتركوا بالقناة واللي بيحب يتابع الأخبار ممكن يعني يستفيد من الموقع لأنه فيه كل يوم نشرة أخبار عربي ونشرة أخبار إمليزي شكرا وعشتهم وعاشا لبنان والبؤس والعار للي هني يعني للي هني صورة زمن المحل واللي منهم جبران باسيل وميشيل عون وكل اللي بعده بعدهم معه ومش عارفين انه نهايتهم بالسياسة طبعا وبالوجود متل رح بتكون متل نهاية ميشيل عون ونهاية صهره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر